أهلاً أعلم بمتابعيني الحلوين مع بيديو بديد ومنخص أجدد وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الكرس ولو حابين نبقى صحاب ونتعرف على بعض أكتر ممكن تتابعوني على الانستقرام هتلاقوا لينك في ديسكريبشن تحت ويلا بينا نشوف بنت جميلة بتكون عايشة حياة حلوة جدا وفاجأة بتستحعها لكارسة كبيرة بتدمر حياتها بس القدر بيكون مخابي السعادة في الوجع طب لو عايزين تعرفوا أقصو دي خليكم معايا للآخر بيبدأ المسلسل بشكل وهي بتلبس عشان خرجها وبتفتح لايف وبتعرف المتابعين أن الهاردة أول يوم ليها في الشغل وعاوزة الكل يدعي لها بالتوفيق عشان تقتر تعمل أداة كويس في شغلها وبيكون حزيفة ماشي بالموتوسكل بتاعه بالسرعة جدا وبيغبط هو الشكل في بعض وبينزل يزعق لها عشان خبطته لكن هي بتتعصب عليه وبتعرفه أنه هو اللي سايق غلط وأول ما الاثنين بيقلعوا الخوزة بيطلعوا عارفين بعض قبل كده من أيام المدرسة وهي بتسيبه لكن بتلاقيه داخل نفس المطعم اللي هي جاية تقدف فيه وبتدخل وراه بس بتقع على الأرض من أولها بيجي السيد فيصل واحد من اللي شغلين في المطعم وبيعرف حزيفة أن الشكن هتشتغل معاهم لكن بتطلب تراوح النهاردة عشان هضمها ببادلة بعد ما بتمشي بيفتكر حزيفة أيام ما كانوا في المدرسة مع بعض وأول مرة داب لها هدية واعترف لها بحبه هي رجعت الهدية ورفضته وقالت له أنها مش هتحبه أبدا مهما حصل بيقطع ذكريته فيصل وهو بيقول له ركز في شغلك وبتتصل لوفي بحزيفة بتكون عاوزة قبله وهو بيقول لها أنها عنده شكل لكن هي بتصنم والشكن بتكون في البيت وبتقامل تايقى قوي نعم بتتضرب في نفس المطعم اللي فيه حزيفة وبتفتكر هي كمان لما كانوا في المدرسة كله كان بيحطينها حاجات في الدسك عشان تشوفها لوفي بتكون راحة لحزيفة وبتعرفه أنها جايبها له شغل في شركة لكن هو بيرفض وبيعرفها أنه بيحب شغله في المطعم هنا وبتسأله أنت هتخطبني إمتى لكن حزيفة بيضحك وبيقول لها أنا عمري ما وعدتك بالخطوبة وبيبني أن لوفي بتحب حزيفة لكن هو مش مديها أي اهتمام أب وأم شاكن بيكونوا قاعدين معها في البيت بيتعشق وبتيجي عين أختها الصغيرة وأبوها بيزعق لها لأنها بتتأخر برا لكن هي بتعرفوا أن هذه ظروف شغلها أمها بتقول لها أنها عاوزها دايما تكون زي الشاكن أختها فبتتضايق عين وبتسيق ومتدخل قضتها وبيبين أنها بيضغير كتا من الشاكن عشان أبوها أمها بيحبوها وبيقولوا أنها دايما ما بتغلطش تاني يوم شاكن بتروح الشغل بس بتتأخر شوية فحزيفة بيزعق لها وبيعرفها أن ما ينفعش تيجي الشغل متأخر ويبعد لعو من أول يوم بيخليها تشتغل كل الشغل المطعم وبيخليها تكنس وتمسح ده بقى زين دكتور وصديق العيلة وبيحب الشاكن السيدة صمر أم الشاكن بتروح تصحي عين وبتفضل تقول لها أنت هتفضل لحد إمتى مستهترة كده هتبقي زي أختك إمتى فبتتدايق عين وبتقول أنها أحسن من شاكن وأنها مش عايزة حد يقارنها بيها تاني في المطعم شاكن بتكون هتقع وبيروح حزيفة بسرعة عشان يلحقها فبيقعوهم من لتنين وفي اللحظة بتوصل لوفي وبتشوفهم وبتفضل تزعار لحزيفة وبعدها بتطلب شاكن من حزيفة أنها تمشي وبترجع البيت بتلاقي زين وقف مستنيها وبيتيها ورد وبتيجي عين وهم وقفين بتتكلم مع زين بس بيسيبها ويمشي حين بتقصد أنها تبوز قميس الشغل بتاع الشاكن وبتتصل بيهم الشاكن في الشغل وبتعرفهم أنها مش هتقدر تيجي عشان حاجة مهمة لكن حزيفة بيقول لها أنا عندهم حفلة في المطعم النهاردة ولازم تيجي فبتروح لكن بلبس الخروج بيفضل حزيفة يتريق عليها ويقول لها بلبسك ده أنت رايحة تقبل حد مش رايحة تشتغلي بعد ما الشاكن بتخلص شغلها يعرض عليها أنه يوصلها لكن هي بترفض وقبل ما بيكمل كلامه بيلاقي زين جاي لها بالعربية وبياخدها ويمشي ثاني يوم الشاكن بتكون بتتمرن في النادي وحزيفة ولوفي كانوا هناك مع بعض وبيقابل شاكن فبيقف يتكلم معها وبيعرفها أنه لسه معجب بيها زي أيام المدرسة لكن بتظهر لوفي وهما بيتكلموا بتاخد حزيفة وتمشي وبترجع الشاكن البيت لكن عين بتكون قالت أمها وأبوها أن الشاكن كانت مبارح قعدة مع واحد قدام المطعم فأبوها بيتضايق وبيسألها مين ده بس الشاكن بتعرفه أنه ده حزيفة اللي شغال معها فأبوها بيعتذر لها أنه شك فيها وبتروح الشاكن المطعم وبتلاقي حزيفة ويف قدامه بتتكلم معاه وساعتها لوفي بتكون غاية بالعربية ومش شايفة عشان بتبصه في الموبايل فبتغبط حزيفة بتنزل لوفي بسرعة وبياخده حزيفة وبيوده للدكتور وبيربط له إيده لأنها تجزعت وبيقرر أنه يرجع يرتاح في البيت وما يروحش الشغل النهاردة فلوفي بتقدر توصله وهي محافلة عربية بتسأله هو ليه وها تنمي بشيكين كده لكن هو بيتمشها وما بيردوهش يرد عليها عين بتكون قاعدة في النادي وبتفتكن لما كانت صغيرة وكانت دايما بتتعرض للضرب بسبب أنها عانيدة وبتقول أن مشكلتها كلها هتتحلل لو تخلصت من شيكين أما شيكين بتكون مع توقة صاحبتها في المطعم وبتحكي لتوقة الدقيعين بتضايقها وعايزة تطلعها وحشة قدام أهلها حزيفة بيكون قاعد في البيت مع خالد صاحبه وحزيفة بيسأله أنت ليس بتشغلك بخالد بيعرفه أنه زيق من الشغل في البحر وأنه رجع عشان يفضح مشروع وبيعرض عليه يكون شريكه والمشروع يبارع عن مكتب لطباعة والتصوير شيكين كانت داخلت نام لكن بتلاقي حزيفة باكلها أرسالة أنه غايستنها بكرة في الشغل وأنه هيروح عشانها وتاني يوم بيكونوا قاعدين بيفطروا والسيد زمان بيزعق مع عين عشان بترجع من شغلها متأخر فهي بتتعصب وبسيبه متمشي وبتطلع عين تستنى شيكين برا بتتخانق معاها وبتعرفها إن الكل اللي هي فيه ده بسببها لأنها دايما بتمثل إنها الأحسن وبكده بنفهم إن عين والسيكن مش إخوات لكن عين تبقى بنت السيدة سمر والسيكن بنت السيد زمان بتروع عين لزين الشغل وبتطلب منه يكشف عليها ويكتب لها علاج منوم عشان ما بتعرفش تنام وبعد ما بيكشف عليها بيقول لها إنها ما في عايش حاجة فمش هيقدر يكتب لها منوم لكن هيديها حاجة بتساعدها على النوم بتطلب منه إنه يخرج معاها بالليل لكنها بيرفض وبيحرفها إنها هيروح يقابل شكن فبتتايق منه لوفي بتروح لحوزيفة الشغل وزين كمان بيروح للشكن بس وهي بتعمل القهوة إيديها بتتلسع فبيجري حوزيفة يشوفها لكن بيكي وراء زين وبيبعده وبيعالج هو إيد شكن وبياخدها يوصلها البيت ولوفي كمان بتوصل حوزيفة بيدخل زين البيت عند الشكن وبيتكلم مع السيد زمان بأنه عاوز يجيب أهله عشان يجي حدد معايد خطوبته مع الشكن وعين بتكون داخلة وبتسمعهم بتبقى متضيئة لكن الشكن بتوقفها وبتقول لها إنها بتحبها وإن مكانتها في قلبها كبيرة وإن السيد زمان بيحبهم هم الاثنين قد باط لكن عين فبتهتمش بكلام الشكن وبستمع وتدخل قضتهم عين بتفتكر وإيا صغيرة قد أبوها الحقيقة بيضربها وبيهين أمها وكان مستعد يعمل أي حاجة علشان الفلوس أما الشكن بيكلها وردو هي في الشغل وبيكون مكتوب إنه من زين فبتتصل بتوقها وبتقول لها إني زين بعت لها ورد وإنه هيقابلها النهاردة بالنين في الفندق وفاجأة بيكل السيد زمان صار للشكن وهي نايمة على السرير وفي حد جنبها وبتفوق الشكن بتلاقي نفسها في فندق وفي واحد بيخرج من الباب ها بتخاف وبتقول تلبس هدمها بسرعة وتنزل وبتتصل بزين وبتعرفه إنها هتروح للمستشفى دلوقتي بيتروح شكل لزين المستشفى وبتسأله وإيه حصل في الفندق فبيستغرب وبيقول لها فندق إيه وهي بتتخضه وبتسأله هو مش أنت اللي بعتلي الورد ومع الرسالة اللي فيها قبلك في الفندق بالليل فبيقول لها إنه ما بعدش حاجة فتفضل تعيط وبتروح بسرعة وأو لو تدخل البيت أو هم يضربها بالألم بيسألها من اللي كان معاها في الصورة لكن هي بتفضل تعيط وتحلف له ما ما تعرفش حاجة عند طبعا بتكون دي فرصتها فبتفضل تعيرها وبتطلع شكل قدتها وبتفضل تعيط طول الليل وتاني يوم في الشغل بتكون مش بركزها وبتغلط في الطلبات وحزيفة بيسألها مالك وبترضوش ترد عليه وتنخل طعاية في المغزل بس سوى بيدخل وراها وبيحاول يهديها وهي باردو بتكون مش قادرة تشتغل لوفي بتروح لحزيفة المطعم والشكن بتستأذن من حزيفة وبتمشي وبيكون زين جاي ياخدها فبتفضل معاه وبيبني عليها إنها حزينة جدا وبتسأله هو بيحبها بجد ولا لا طب يقول لها لأكيد وإلا ما كانش هيبقى عايز يخطبها طول المدة دي السيد زمن بيكون في الجمعية بتاعته وزين بيجي عشان يكشف على البنات في الجمعية والسيد زمن بيقول له إنه هو حدد آخر الأسبوع دا عشان يجي هو وقاله أما الشكن بتفضل ترجع في البيت وبعدها بتكون تعبانا كتا وبتروح تقعد معهم على الفطار وبتعرفهم إنها موافقة تتجاوز زين في أسرع وقت وعين أول ما بتسمع كده بتقوم من على الأكل وتمشي بتروح لصاحبها أيمن وبتقول له إنها عايزة تسافر لأنها مش مستعدة تشوف زين وهو بيتجاوز شكن بتتعب شكن في المدعم جدا وفيصل بيقول لها تاخد أجازة وتروح تكشف وتتصل بيطة صاحبتها وبيروحوا عند الدكتورة وأول ما شكن بتقول للدكتورة على الأعراض اللي عندها هالدكتورة بتقول إن دي أعراض حمل لكن شكن ساعتها بتتعصب وبتقعد تقول لها بس أنا مش حمل بتقوم بسرعة بتطلع برة وبتركع البيت وبتفضل تهايط وبتطلب من تقه لها تجيب لها اختبار حمل والشكن بتروح عشان تعمل الاختبار لكن بتيجي قوم معا تندع عليها عشان أهل زين وصلوا فبتخرج شكن بسرعة تقعد معاهم بترجع شكن وتقه للأوضاء بيشوفوا الاختبار وبيعرفوا إنه موجب وبتفضل شكن تهايط وتقول إنه مستحيل يكون ده حقيقي وتقه بتعرفها ناجم بقى ومش هتسبها وإنهم لازم يروحوا للدكتور عشان يتأكدوا وإنه ممكن الاختبار ده يكون مش حقيقي والسوء الحظ بتكون عين واقفة برة وبتسمحهم فبتدخل عليهم وبتسأل شكن في إيه لكن شكن فبتجاوب هايش عين بتنزل تكون معاهم تحت وبتعرف السيد زمان والسيدة صمر إن الشكن بتعيط دايما والسيد زمان بيطلب من عين ناجم تروح تشتغل معا بدور النور لأن البنات اللي بيحصل لهم حوادث اعتداء وبيحملهم من غير كواس بقوا كتير جدا في الدور ومحتاجين حد يهتم بيهم والسيد زمان بيقول إن مهما كان السبب اللي هم اتعرضوا له مكانش ينفع إنهم يفقدوا كرامتهم شكن بتكون سمعاه وعمالة طغيط السيدة هودا أمو حزيفة بتقامل لوفي في السوبر ماركت وبتسألها إنتي وحزيفة هتتجوزوا إمتى لكن لوفي بتعرفها إن حزيفة مش مديها وش خالص والسيدة هودا بتقول لها خليكي وراه لحد ما يتجوزك وشكن بتروح عند تقى الجمعية وبتقول لها إنها عايزة تشوف البنات اللي تعرضوا لحوادث اغتصاب وتطقل تلقيب النوتة بتعايط وتروح تسألها إنتي بيتعايطي ليه فبتعرف إنها قربة تولد وهياخذوا منها الطفل ويدوه لعيلة البنات لأنه من غير قب بيروحوا حزيفة الشغل وبيعرف إنهم هيبعاتوا رسالة تحذير تشيكن لو ما جاتش خلال أسبوع تعتبر نفسها برفوضة بيتصل كتير بيها لكن هي ما بتردش شيكن تكلمتها وتقول لها إنها عايزة تعرف من البيت لأنها خايفة يعرفوا إنها حمل لكن عين بتسمحها وبتنزل تقول للسيد سامان إنها هلاقيت اختبار حمل في قوضة شيكن والسيد سامان بيطلع لها قوضتها بيحبسها بيحلي أمن يقف على القوضة عشان ما تخرجش وبيروح السيد سامان يتكلم مع زينه وبيقول له إنه عايز يقدم معادي الجواز أكتر لإنه عنده حاجات مهمة الفترة الجاية زين بيوافق وطبعا بتكون عين سمعي فبتروح تقعد تتكلم مع زين وبتخرب معاه بحكة إنها عايزة تشتري يدوم للشيكن وبيروح زين عند السيد سامان البيت عشان يمضوا استمرات الزواج لكن قبل ما يمضي بيجي له رسالة وأول ما بيبص فيها بيسأل شيكن انتي بجد حامل فالشيكن بتسقط ويتكون خايفة وزين بيبسك إديها وبيسألها الرسالة اللي جات له دي حقيقية ولا بس السيد زمان بيعطي ترجع زين عشان يتجوزها لكن زين بيرفض وفي نفس اللحظة دي بيدخل حزيفة وبيقول إنه استعد يتجوزها ساعتها زين بيجري يضرب حزيفة وبيكون فكره إنه هو اللي عمل في شيكن كده بس الشيكن بتجري تبعدهم عن بعض ودخلي حزيفة يمشي وزين كمان بيمشي فبيطلع يستعد زمان وبيوقف حزيفة وبيقول له أنا وافق أجوزك شيكن بس بشرط حزيفة بيروح ويقعد مع خالد وبيعرفه إنه هو يخطب شيكن فخالد بيسأله طب هتعمل إيه فلوفي واتعرف أهلك إزاي أما توقع بتروح للشيكن اللي بتبضل طعايت وتقول لها ده مش عايزة تتجوز حزيفة عم بتروح لزين الشغل وبتحاول تتكلم معاه ده كان هو بيقول لها إنه مش فودي ومش عايز يتكلم مع حد وبيطلب زين أكل من المطعم اللي حزيفة شغل فيه عشان يقبله وبينزل زين لحزيفة وبيفضل يعزق فيه لكن حزيفة بيسيبه ويمشي أما لوفي بتروح للمحل لحزيفة وبيديع هداية هيت ملدها بيحرفها لهم ما ينفعش يخرجوا مع بعض تاني لإن حاليا دخلت حياته واحدة تانية فبتمشي وخياز علينا بيروح حزيفة يقول لأبو أمه وإنها يخطب بنتي اسمها الشيكن في الوقت ده الشيكن بتبعث رسالة لحزيفة إنها عايزة تشوفه عشان تتكني معي بيروح حزيفة يقعد مع الشيكن وبيعرفها إنه مستعد يساعدها في أي ظرف وهي بتشكره بس بتقوله الجواز ده هيكون لحد ما فاطرة الحاملة بس تخلص وبعدها بتطلقها لوفي بتكون أعلى مع السيدة هدى وعمالة تهيط وبعدها بتقوم تروح لحزيفة البيت عند خالد وبتلومه إنه سبها وبعدها بتروح لشيكن البيت وبتهنها وبتعرفها إن حزيفة كان حبيبها وهي يسا رأيتهم منها بيجي وكاد بالكتاب وبيتجاوزه بتكون لوري في البيت حزينة ومش عاربة تعمل إيه بياخد حزيفة الشيكن وبيروحه بتجدده وبتدخل عشان تنام لكن ما بترتاش تخلي حزيفة ينام معاها في القوضة تاني يوم حزيفة بيكون قاعد وجدده بتيجي دوعد جنده بتعرفه لها سمعت السيد سمان وهو بيتكلم معاها نتفاق فبيحكي لها كل حاجة وليه تجوز شكل وهي بتعرفه اللي هو عمله ده هو الصح تيجي عينة للدور بياخدوا طفل من أمه للتبني وتقى بتروح تقعد مع السيد سمان ويتعرفه إن أم الطفل تعمل حجده بسبب إنهم أخدوا منها ابنها بتسألوا هو اللي احنا بنعمله ده الصحة ولا الغلط احنا كده بنحافظ على البنات دول وانا بنأذيهم لما بناخد أطفالهم لكن السيد سمان بيعرفها إن البنات دول ما لهمش أي مكان تاني ذا للمكان ده فما ينفعش إننا نطلعهم من هنا بأطفال غير شرعيين لوفي بتروح بيت جدة حزيفة تطلب إنها تقعد معي هوا وشكل وبتقوله نعم وفقة تبقى زوجها تانية فهو بيستهرب كلامها وبيقول لها إنها تجننت فبتمشي وبتروح تقف على البحر وبتكلم حياته وبتقوله نهانت قرمتها وراحت لحزيفة وبرضو رفضها أما السيدة هودا بتتكلم مع جزها وبتعرفه نعمش بيرتاحها لشكل ومش قادرة تتقبل إنها تبقى مرات إذنها السيد سمان يكون في البيت وسمر مراته وبتروح تتكلم معاه وبتعرفه إنه لازم يتكلم شكل يتطمن عليها بس بتكون جيدة حزيفة بتهتم بيها وتقعد جنبها طول الوقت وتأكلها أما عين بتكون بيتعامل صاحبها أي من وحش فهو بيهددها إنه عرف كل أسرارها ويقدر يضيعها في أي وقت خالد بيعزم يدوفي على الأكل وبيعرفها إنه معجب بيها لكن هي بترفضه بتقول له ها بتحب حزيفة مش قادرة تحب حد غيره أما الشكن فبتكون قعدة في قضتها وماسكة سكينة وعايزة تنتحر بس بيدخل عليها حزيفة بسرعة وبيحاول إنه يشد منها السكينة لكن هي بتكون رفضة وهو بيشدها فبيتعور من غير قصد لكن بياخد منها السكينة وبيطلع وبيضيته بتربط له على الجرح وتسأله الجرح ده من إيه فسعى بيكذب عليها وبيقول لها إنه عور نفسه بالغلط عين بتكون في قضت شكن وبتقرر إنها تاخد كل اللبس والذهب بتاعها بتطلع عشان تروح الشغل فبتخبط في الشخصة التي ماشية والشخص ده يبقى إيسار أبوها الحقيقي أما شكن بتخش قضتها وتلقي حزيفة سيبلها عصير جوز الهند ورسالة منه عمله لها عشان تهدي أصبها بتروح عين تقبل صاحبها وبيسألها إنتي لغا يرتي طريق لبسك فبتقول له لا بتاخد كل حاج بشكل أخذت شكل موقفة ببصها رح وزيفة وهو قاعد حزين فبجدته بتقول لها روحي صالحي فبتروح تقعد معاه وبتعرفه إنها زعلانة عشان ما فيش حد من أهلها سأل عليها وإن كل اللي حصل ده هي ملهاش يد فيه بس هو بيطمنها وبيقول لها إن كل ده اختبار من ربنا ليكي بطلب منها أنهم يخرجوا سوا فبتوافق في الدور للبنت اللي أخذوا طفلها بتكون بتصرخ باستريا فبيكي دكتور زين وبيهديها وبيروح يقعد مع السيد زمان وبيقول زين إنه زعلان إنه تخلناها الشكل وإنه بعد ما فكر يتأكد إنها مظلومة إن الشكل مستحيل تكون من البنات اللي بيعملوا كده أما حزيفة بياخد الشكل بيروحوا لمكان التخيم وبيفضلوا مع بعض عين أعنا في البيت والسيدة صمر بتسألها إنتي ما بقي تيش بتسهري برا ولا بتعندين لي فبتقول لهم إنها عايزة تراضيهم بعد اللي الشيكن عملته فيهم وزمان بيقوم يدخل قطو ويمسك صورة شيكن وبيكون حزين ونفسه يكلمها بس كرامته بتمنعه وزيك باب شيكن بيكونوا لسه قاعدين عن البحر تشكروا على كون اللي عملوا معها بيعرفها اللي هياخدها عشان يروحوا البيت بتاع أبو وأمه يضغطوا معهم ويفضلوا هناك وبيروحوا البيت ويتكون شيكن خايفة لكن السيدة هودا بتحاول إنها تتكلم معاها عشان ما تحسسهاش بأي حاجة وحشة بتدخل شيكن قوضة حزيفة وبتلاقي إن فيها الصور لها من أيام المدرسة تسألوا تصورتني استوارتي أمتى فبيقول لها إنه ما كانش بيامل حاجة غير إنه بيصورها ويتباحها طول الوقت بعدها بيروحوا البيت بتحزيفة اللي هيقعودوا فيه وبيعرفها وضطه داني يوم الصبح السيدة سمر بتتتكلم مع السيد زمان إنها عاوزة شيكن تيكي عشان تتطامن عليها وتعتني بيها في فترة حملها لكن السيد زمان بيرفض وبيعرفها لها لسها متجاوزة من أيام يعني لو جد والناس عرفت إنها حامل هتبقى وضيحة مما شيكن شكلها كده بتتوحم تطلب من حزيفة يجيب لها مقارونا بالكاري أما لوفي فبتكون قاعدة مع خالد تسأله هي شيكل أحسن منها في إيه لكن خالد بيجاوب عليها أنه كله واحد بيختار بقلمه بيجيب مين أحسن حزيفة بيروح الشكل لما بيرجع بيلاقيها في المطبخ بتايم الأكل فبيترق عليها وبيقول لها أنه ممكن أن يجيب أكل من بره لكن هي بتعرفه ناعة تطبخ كل يوم عشان ما تخلصوش الفلوس بس الشيكل بتدعب فجأة بيدخل حزيفة يقعد جنبها والصبح بيتطمن عليها قبل ما ينزل يروح الشكل زين بيطلب يخرج معاين لكنهما خاركين بيسألها عن شكل فبتتضايق وبتعرفه لها مش عايزة تسمع سريتها تاني وهم مشيين تقى بتشوفهم بتتريق علي زينه وبتقول له لحق تتنسى الشكل بس زين بيجري وراه وبيمسك إيديها بيقول لها أنه عايز المكان اللي شكل فيه مع حزيفة لكن تقى بترفض تعرفه وبتقول له خليك معاين هي شبعك وبتسيبه وتمشي حزيفة بيقابل حالد ويبدأوا يتكلموا عن المشروع اللي هم هيعملون مع بعض بس حزيفة بيشرط عليه لهم يتقابلوا في البيت عنده لأنه ما يقدرش يسيب شكل لوحدها ويا تعبان بتروح تقى عند شكل البيت تقعد معاها وبتعرفها إنها لازم تروح لدكتورة عشان خاطر التعب اللي هي فيه بس الشكل بترفض وبتعرفها بقى ما عندهاش استعداد تضحي بسومات أبوها تحت أي ظرف أما زين هبيروح يقابل حزيفة تخانق معاي لكن حزيفة بيضربوا بيحذروا إنه ما يجيش هنا تاني وبيعرفوا إنه مش هيشوف شكل تاني بيروح خالد لحزيفة البيت عشان يتكلموا في المشروع أما هدى مومة حزيفة بتقرر بناها تروح تزور حزيفة وشكل بتعمل لهم أكل وأول ما بتوصل هناك بتجد شكل نفس طرحة فبتستغرب وبتخليها تقلح شكل بتكون نيمة في القوضة وبتحلم بأبوها تبقى عمالة غياته هي نيمة وتقول أنا ما عملتش حاجة بيدخل عليها حزيفة وبيصحيها وبيحاول يهديها تطلب منه أمه يفضل جمعها النهاردة وهو فعلا بيعمل كده بيفضل معاها بيروح السيد زمان يتصل بزين بيطلب يقابله بيقعد يتكلم معه وبيعرفه إنه متأكد إنه بنته مظلومة بيقول له إنه هو حاضط اتفاق مع حزيفة إنه بعد ما تولدت يطنقها إنه هياخد شيكن وبعدها تدرس برا سنتين ثلاثة على مناس تنسى إنها كانت متجوزة أصلا أو زيكا بياخد أجازة من الشغل ويبضل يتكلم مع شيكن إنها لازم تروح تتابع مع الدكتور عشان يعرفه ويحامل في الشعر الكام لكن هي بترفض وبتعرفه ما مش هتروح لدكتور خالص وإنه مش بارق معاها حتى لو ماتت بتوب زين بينهين إنها تقابله وهي بتكون فكرة إنه عاوزها هيا لكن بيفاجئها وبيقول لها إنه عاوز يشوف شيكن فبتضايق بتعصب على زين بتسيبه لوفي بتكون قاعدة مع خالد وبيقناحها لها تشتغل معاها هو حزيفة في المشروعين جديد أما حزيفة فبياخد شيكن بيخرجوا يقعدوا في المطعم تيجي عين ويضايق الشكل في المطعم وأول ما شيكن بتشوف السلسلة بتاعتها مع عين بتبقى عايزة تشدها لكن عين بتزعق لها وتقول لها مش من حق يكتغديها ولما حزيفة بيسألها ليه مهتمة بالسلسلة دي كده بتعرفوا إن دي السلسلة بتاعت أمها بعد ما شيكن بتمشي من المطعم بيروح زين المطعم عند حزيفة بيطلب منه ياخد شيكن يوديها للدكتور لكن حزيفة بيتعصب عليه وبيقول له إنه يقدر يودي مراته للدكتور مش بيحتاج لأيه وصاعدة من حد أما لوفي فبتسمع الخالي لده هو بيتكلم مع حزيفة وبتعرف كل حاجة عن حمل الشكل فبترح لشكل البيت وبتقول لها وعرفت إنها حمل من غير جواز وإن حزيفة تجاوزها بس عشان ينقذ كرمتها وبتعددها لا ممكن تقول لأ أبو أم حزيفة وبتقول لها ما عاوز منها طلب صغير نعطق لحزيفة إنه بتجاوزها هي كمان لوفي وهي نازلة من بيت شيكن بتشوف زينه وطالع وفي نفس الوقت بتكون السيدة صمر عادة معين وبتعرفها إنها شافت إسار أبوها وهي جاي من السوق مبارح ونطالع من السجل وهيرجع يضايقهم تاني بيخبط زين على الشكل وأول ما بتفتح بتتعصب وبتسأله إنت جاي هنا تعمل إيه فبيحرفها إنه جاي عشان مصلحتها وعايزها تروح لدكتور لكن هي بتقول له نها مش عايزة منه حاجة ومش عايزة تشوفه إشو تاني بيرجحه زي في البيت والشكل بتحكيله على كل حاجة والسيدة صمر بتقعد معين وتعرفها إنهم لازم يقبلوا إسار ويعرفوا هو عاوز منهم إيه عشان ما يطردهمش تفتكر السيدة الصمر قد إيه وكم مقرم وقاسي عليها أيام ما كم يتكوزها وإن زمان هو اللي ألقزهم منه السيد زمان بيطلب من عين لهم يخرجوا سوا تكون فكرة إنه عاوزها هي لكن أول ما بيقابلها بيقول لها إنه عايز يعاية مفتش مخصوص عشان يدور في حقيقة اللي حصل لشكل ويعرف مين اللي عمل فيها كده تعين بتتدايق من شكل أكتر ما هي متدايقة السيد زمان بيروح يقابل حزيفة وبيديله شيك وبيعرفه إنه لازم ينفذ معاية دفاق وهو إنه يطلق شكل أول ما تولد أب معين لما بترجع البيت بتلاقي أيمن مستنيها هناك وبيعرفها إنه ممكن يقول كل حكة ويودي نفسه ويوديها في دعية لو فقرت ما تسيبه وتستغلع عنه لكن هي بتهديه وكده يكون فرص الجزء الأول من المسلسل يا تارا حزيفة هيقبل الشيك من السيد زمان ويوافق على اتفاقه ولا هيرفض وعين هتقنع أيمن يسقط على اللي عملته في شكل وإن لقيدها يحصل عشان تعرفوا استنوي في الجزء الثاني وبالمناسبة عندي ليكم فتأة فاكرين مسلسل لاف إلسا بعدي طول التزار قررت أرزلكوا الجزء الأخير منه تحبوا الفيديو الجاي يكون الجزء الأخير من لاف إلسا ولا نكمل قصة حزيفة وشكل قلوني تحت في الكومنس ودي كانت قصتنا النهاردة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب ودفعيل القرص وبس كده